موسيقى مشاهدين جمهورنا الرياضي الكريم اهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الكروي الخاص بكأس العرب البرنامج اللي راح يرافق مشوار المنتخب الوطني منذ البداية الى غاية ان شاء الله تتويج بهذا المنافسة في عدة اليوم عودة على المباراة الأولى على المباراة الأولى والبداية القوية للمنتخب الوطني الفوز بأربع أهداف لسفر أمام منتخب السودان الفوز اللي أكد بيها الخضر كل طموحهم في هذه المنافسة في عدة اليوم نرحب باللعب الدولي السابق محمد خزروني الحضر بعنا مرحبا بك خير محمد نشكلكم على الدعوة منذ شك تكون في المستوى كما العادة محمد خزروني نرحب كذلك بالزميل الصحفي من القسم الرياضي لقناة جلزاد وليد مرزوغي محبا بك مساء الخير محمد مساء الخير عبدالفنا كريم محمد خزروني إذن ربما نبدأ معك محمد خزروني بداية قوية للمنتخب الوطني فوز بأربع أهداف لسفر أمام منتخب السودان في مباراة اللي كانت تشبه نوعا ما حصة تدريبية للمنتخب الوطني في الحق بعد ما شفنا تصريح تعالى تعالى مدرب مجيد بوغر أنه تخوف شوية المقابلة هذه كانت فيها نقاط اللي تكلم عليها أقل باللي خضعب يعني احتبار المنتخب السوداني حتى أنه نعرفه باللي المنتخب السوداني لكان دار تصفيات في المستوى تصفيات في المستوى وعنده ما تخفى لك عنده أحداش أحداش اللاعب يلعب في الهلال وعنده سبعة يلعبوا في المريخ منتخب أول منتخب السوداني أول هذه اللي فاتستنا احنا في الكويزو احنا كنا نقول عدنا منتخب بلا باس به ولكن عدنا احنا يرى فرضية شوية ما عدناش فارابور صرته في المنتخب هذا ما شير في المنتخب تاع الأول أنا نقول المنتخب الجزائري يعرف كيفية ماشى مع هذه الخطة أو مع مع الشيما تاكتيك اللي لعب بها مجيد بوكرا كان لعب إذا كنا نتكلمه على دي منوت الأولى اللي كانت مقابلة محتشمة محتشمة الفريق المنتخب السوداني راقب المنتخب الجزائري يعرف من هو هذا المنتخب صرت دي كريك تاع الباستة سوداني البونجاح أصرار فيها الهدف الأول اليوم هنا نقول شوفنا الجوال الفردية أكتر منها جماعية بمقارنة مع المنتخب الألف أنا دايما نكمباري محمد 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 يعني في منافسة مثل هذه بهذه المنافسة بالنظر كذلك هذه الظروف تحضيرية للمنتخب الوطني هذا الذي راوي شارك في كأس العرب مهم أنه نبدأ بهذا الفوز مهم أنه منذ البداية يعني نقول الأرانا هنا أنا جايين باش نفوزوا بها الضوار أنا قلت لك بدنا بجوانب شوفنا الفرضيات أكتر منها جماعية قلت لك المنتخب الجزائري يفوز بأربعة في الافتتاح هذه حاجة مليحة في كأس العرب هذه مليحة هذه راح تدعم المنتخب راح تدعم اللاعبين أنه والتشكيليات ثارية بالفرضيات نحن تحب لتكرر اليوم شوفنا اللي توحشنا بزي إبراهيمي اللي يدر مقابلة في الشبط الأول سوداني سوداني ولكن أنا نقول المنتخب الجزائري أعرف كيف يدخل في هذه الدورة وعرف كيف يصير مقابلة هذه بطريقة جيدة ما نقولوش باللي المنافس ضعيف لدرجة اليوم نحن تكلموا على مقابلة واحدة وخرين اللي لعبوا اليوم المنتخب المصري المنتخب اللبناني وشوفنا كيف جهز المقابلة والمقابلة اللي رأي تلعب حاليا دونك أنا وش حبي تقول لك المنتخب الجزائري أعرف كيف يصير مقابلته بطريقة إيجابية اللي تروى كومبارتيمون لعبوا بطريقة جيدة شوفنا لعيبين اللي كنا نستنعون المرضو التحهم كيفاش رح يكون هل تكون عندهم فرصة في المنتخب أليف شوفنا باللي في الديفونس تقلبوا على لعبين والا أنا أقول باللي المقابلة اللي أولا كان تري من ناحية الأهداف لأنه فريق قاب بالعزيمة أنه يسجل أهداف كما هذه رح نقول على البردود تأكل لعب وليد مرزوقي الانتقادات كبيرة طالت الناخب الوطني للمنتخب المحلي مجيد بوغراء خاصة فيما يخص اختيارات تاكتيكية باختيارات اللعبين في هذه المنافسة هل فمستعي اليوم نعود فقط الحديث عن هذه المباراة هو فوز مهم جدا المجيد بوغراء المنتخب الوطني ليخذ أول مرة مباراة بمجموعة ما تعرش بعضها مثلا عندنا لعبين لأول مرة يخذوا مباراة سويا في مستوى عالي حال نتحطوا على كأس العرب فيها منتخبات كبيرة تخذ هذه المنافسة العرب هل أول اختبار هذا بعد التعداد اللي دعبنا اليوم أول مباراة اللي نعبوها بها التعداد هذه أول مباراة وهذه من فتح الدورة هي الأول مباراة اللي تخليك تدخل في المنافسة ورح تمنح أيضا تقل مجيد بوغراء اللي كان دفع على خياراته دفع على تشكيلة التي سيخذ بها منافسة كأس العرب ورح نشوف تشكيلة لدخل بها لخذ بها المنتخب الوطني هذه المباراة لأنه محمد بوغراء قال بصراح العبارة هدفي هو تتويج بكأس العرب وقالها أيضا هذا ماشي عرس هذا منتخب وطني كنت خدت ربوسات بلعبين محليين ما استدعاهم الأمر واضح لكن بوغراء لم يدلي بتصرح يعني واضح ولكن الأمر واضح لم يقتنع بمرضود اللعب المحلي في مباراة اليوم بوغراء أكد أنه المنتخب الوطني قادر أنه ينافس على لقب منافسة كأس العرب لكن فيه ربما كما قال سيخزروني المنتخب الوطني عنده فرضيات لأنه هذا الأمر ربما نظن أنه راجع إلى لعب أول مباراة مع لعب مع تشكلة ما يعرفوهاش الشيء المهم أيضا هو عودة المهاجم بغداد بونجح للتهديف لأنه طالته انتقادات كبيرة مع المنتخب الأول خاصة عن خلال القناس بونجح أكيد الهدف هذا حين نحوى تقيقة كبيرة مع المنتخب المحلي ورح يحضر بها أيضا المنافسة كأس أمم إفريقيا القادمة رجع له التقيقة يقدر أنه يعود يسترجع مستواه اللي كان به بغداد منجح منذ مجيء المنتخب الوطني محمد الكل كانت تكلم على التنسيق بين الطاقم الفني المنتخب الأول الطاقم الفني المنتخب الوطني للعبين المحليين اليوم هل شفنا نفس تاكتيك نفس المنتخب الوطني من الناحية التاكتيكية من الناحية الاستراتيجية من ناحية التنظيم في اللعب هل ماجيد بوغرا يشبه ماجيد بوغرا جمال بالماضي برسك لنمج اللي لعبنا به مع بالماضي لعبنا به اليوم نشاط روبرك ولكن كان أمور في الكرة القدم قد تحنت كل ما لها ونتقلت لي ماليش مازال شوية بصح أنا ماليش هي تطيق المسيرة اللي رح تدير فيها صحي هذه هي وخاصة لما تصنع الفرق بين اليوم قلنا احنا المنتخب الجزائري وملعبنا مع المنتخب السوداني عملنا الفرق بين منتخب كبير ومنتخب صغير رح ناخذ واحد الكلام ما لعنده ونجاوب ساد هو يهدر بكلام وانا رح نجاوب في واحد الكلام في الفريق الوطني الجزائري اليوم شفنا المنتخب الجزائري قلنا فرديات وعاودها مرايق لبي فيكتوار كوت كوت. هذي في الدورة. لأنه مليحة بالماضي. مليحة البقرة. أول مقابلة تاعه. أول مقابلة لبعض اللائبين. محمد بقرة يعني في الكواليس. قلت لي أنه من دول شك مرقدش قبل المبارضة. ايه. أنا قلت لك باسكولي ديكلارة تحس بلي بقرة في أنه ضغط كبير عليه. وكان محتاج لهذه الله فيكتوار. خاصة بعد الانتقادات. لأنه الانتقادات. نشوف الانتقادات كينين يا. نحن هذو كينتقدونا هذه. لكن نتيجة هي اللي تأكد أنه إذا كنت على حق ولا كنت. شو إذا نعود نقول لك غير علاش المنتخب الجزيري. ما داشو نبراي باراسو. لكو بدارب هذي. سي بورسا كونا با غرامني ديجوور. بس كو دركا. لازم غير بوغر ليفهمك. فمت كيفاش. لازم يجيب وغر للبلاتو ويفهمك بوركو ينا بابلي بعض اللاهبين. ايه. قل لك. ولكن من بعد بدلة تشكيلة. انا جاي. انا جاي. انا جاي. لازي محمد انا جاي. انا جاي. وبجي من العشرة اللاعبين. لتعال منتخب الف. ولعبنا بيهم اليوم. هذي على سي بور. بري باري بوكو بلوس. كلكو محمد تعطي الحق أنت يعني بين قوسين نطي الحق بين شير معلش معلش عاود نقول له مباراة أنا جايك المباراة جايك مباراة قلت اليوم حتى بيدونك أسئلة يا محمد بقرا قلبي اللي اتصلت باللاعبين هادو مقلم عليكم العامل من أجل عوداية المتحدة الوطنية لا لا إحنا رأنا نتكلمه عذركا رأنا نتكلمه على المقابلة قلت لك أنا الفرضيات ومبعد وش يجي في المقابلة تجي كلا فيكتوار ومبعد من المقابلة الثانية راح تجيك لكويزون إنسي جام كيفاش نستحوضوا على الكورا اليوم ملعبناش مع منتخب اللي يشد كورا ويجين اليوم منتخب سوداني ما جينا ناش ما دارناش ديفيكوتي في اللعب لكن اليوم ملعبناش مع منتخب سوداني أحسن من نيجر وأحسن من المنتخب جيبوتي لا لا اليوم اللي جوار داروا لديفيرانس بسكو كانت كاينة لغرينتا كانت كاينة لونفيت جوي شوفناها عند سوداني شوفناها عند برايمي أنا توحشت لجوتها برايمي اليوم شوفت بلي برايمي وانش في الشرط الأول يدير لديفيروس الوقت اللي يحب بسكو إحنا هنا في بزوان دان جوار اللي بتريبوتي محمد عجبك برايمي ناس بزاف انتخبت برايمي يعني يقول لك أنا أجبني بزاف برايمي يشد بزاف اللي الكورا لا لا أجبني بزاف برايمي نعم وأجبني بزاف سعيود تذوق تحكيلي تقول بلي ما ينجموش يكونوا كيف كيف أنا أقول لك كاريا دي أنا أقول لك كايم بزاف اللي يقول لك ما ينجموش يكونوا كيف كيف ينجموه يكونوا كيف كيف أعلى ما ينجموه بسكو أبار أبار سعيود راحولو كاركو بال بان شوية موان كوركريم بسكو ما تخفى لك بلي أنه سعيود سلسول جوار لتسيبو دون لبوت في تقيقة يحكم البال تسيبو قدام لبوت أبار كونتر إبراهيمي يقوم بكو تون باش يروح الليبي ذوق احنا حاجة اللي شفناها شفناها مبونجور بتقول انه يقدر يكونوا متكاملين مش يكونوا متكاملين وزيد اليوم ماش ملعبش بليلي اللي إحنا كنا قانا نتمنى انه يكون بليلي ذوق بليلي بلكن تعرض لإصابة إصابة اللي راح يكون إن شاء الله العودة إصابة إصابة إن شاء الله تكون خفيفة ومبعد عندك انت تركيبة تال المنتخب الجزائري ولا تكتك لعبنا بها كي ملعبنا لكي بقى شوفت كي بقى بدران بالعمريك اللي أول مرايج عمراه الشدي الشدي اللي دارنا نكسلون ماتش وبليوس بنعيادة صدر لدو جوار بنعيادة اللي كان في المستوى كذلك نا نا في المستوى كانوا في المستوى لدو جوار احنا من ناحية الدفاعية احنا وإنتا عدنا اللوجوتانا احنا عدنا اللوجوتانا إفوا بالعمري ريكي بيري لابار ريكي بيري لابار نحلوا اللوجوتانا اللي دو مليوتير احنا يجوا يلعبوا في الوسط ورخوا نقاعد يساتاكو نصبحون نلعبو افاك سات اتاكو دونك هدا هو الحاجة الشابة اللي رايب في فريق الوطني اللي كانت غابت سنوات كبيرة صحي اليوم ما طحناش تقول لي ما طحناش مع منتخب ماشينا اللي قلت لا لا ما ليش اليوم طحناش مع منتخب ليجينينا صدر حنا كنا ننتظروا شوية السوداني يدروا الرياكسون ماليوم انا شفت منتخب سوداني ما دار حتى الرياكسون تا انجو زعمك بان بللي فارقة غريسي فارقة يلعب كورا ماكبتش لي كان شوية يلعب الخوف كان شوية لا 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 اليوم انا باسكو اسمحك لي ديكلارا صلتها المدرب وسمحك لي ديكلارا صلتها اللعبين انا وخفت انك بالمقابلة خفت قوتوا واقع الراح يدرونها مشاكل كبار بصح في الميدان ما شفنا شي انا والله محمد مشاطر الرأي بالنسبة لسي خزروني ولكن ربما نظن انه على المستوى الدفاعي كان بعض النقائص ما تشاهد بالعمري صار يرتكب اخطاء ربما بداية بالنسبة لي لعب محترف مثل بالعمري لكن تشوف من بعد بعض اللقطات فيها لا لا هو لعب كبير بالعمري ولكن ما راهوش بالمستوى اللي كان فيه في مستوى كاسموان فريقي يجب ان نقولها بكل صراحة محمد بالعكس كان لعب شباب الوزداد ميرزاق متوسط الميدان قدم مبارات في المستوى قدم مبارات كبيرة كان حرر حتى المهاجمين لما سات عنده لمسات سحرية لكن نظن انه ما تشوش خزروني بلي على المستوى الجانب الدفاعي لازمنا تعديلات شوف كان تعديلات بصاح بالعمري رك ديتلو شوية من حقه نقول لك على كيكون ان ديفونشر ويكون ان بيس دو فورم فلا كور بيهابتا سي ديفيسيل بارابور ان اتاكو ما تخفلكش انو انو بالعمري راون بيس دو فورم مالغريسة يلا ديكلاري تقول لك انا بلي ما محتف مالبوركينا فاصل ضربة الجازة هديك عنده مسئولية ولكن ومسئولية تاندي فونسور امباردوناب بالصح يلا رو بري اليوم اليوم انا عجبني بالعمري نقول لك على اه سجل هدف اه 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 بغنى ضربة الجازة لا لا حبي تقول لك اليوم كينا لا برايزان بل عمري على المقابلة الجازة او ان ديفونسور يفو جامي حückt استفيد فى الب Olympics جميع اسمه فى بسفى وقيله عقبته ستدر أخطاء وعاقبته درته في البوندتوش أنا أقول لك بلي راح يوناني عام من الله ميزا بالصح اليوم في الوقت اللي رأنا فيه لكوتي بسيكولوجي تعلم المدربين تعثيقة في المدربين محمد خفلوني تكلم على الأداة وسط الميدان وعلى اللعب مرزيك يعني اللي كان يوم في فورمة كبيرة وأدى مباراة في المستوى كل لعبين اللي دخلوا اليوم دروا مقابلة كبيرة أنا من اليوم عجبني بل بزاف ربما الجمهور الرياضي يعرف بندبكا في المنتخب الوطني مقابلة لكن مرزيك اليوم ربما يكتشاف أنا مرزيك شوفه واحتفل في المنتخب الأول محمد أنا شوفوا واحتفل يقدر يلعبنا في المنتخب الأول شوفوا كانوا دمكينا في المنتخب الأول ولكن في المنتخب الجزيري فهو بريباري لكو اليوم الريجية دونك يين كونكيروس وذي الحاجة المليحة اليوم اللي تعدنا للكنكيرانس في المنتخب الجزيري صحي وقت فات ما كانتش عادنا لعيبين لازم مبليسي تلعبوا اليوم كان للكنكيرانس وعدنا دي جوار ولو يلعبوا بشيما تاكتيك دي صن دي سيبليني الحاجة اللي مارا نشن شوفوها أبار شوية بونجاح ما زال يلعبوا يديه وما زال يتكلم مي اليوم سجل لا 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 ننتكلم على احتجاجات كثيرة على الحكم مو بصح أنا كونترير بونجاح اليوم فرحت له أنه عاود ولا للتهديب عاود رجاح تقال نفسه أيضا عاود رجاح تقال نفسه أيضا سجل على الهلال العربي السوداني في تصريحاته بعد المباراة رفقت كذلك نسبع كذلك مع تصريحات كذلك بغداد بنجاح لا بسم الله الرحمن الرحيم لا نحترم المنتخب السوداني نظر المنتخب السوداني ليس منتخب ضعيف الحمد لله احنا كنا اليوم احترمنا المنافس وين كنا قاتلين نسجلوا أكتر مرعب أهدف لكن الحمد لله الأهم الدخول بقوة في المنافسة باش المنتخب باش يشوف كل المنتخب الجزائري راح حضر هنا لقطر باش اللي ننزها ولا باش باش ندروا بطولة عربية في flexible والحمد لله نشكر كميل لعبين اللي دربوا مجهوجات اليوم بعيدا عن الجزائر الجزائر بمن حضر يقولون أساسين غير أساسين والله الفريق أول فريق ثاني لا المنتخب الجزائري ما فيش أساسي ولا احتياطي ولا احنا كل منتخب احنا نمثلوا المنتخب الجزائري ما فيش لعبين أساسيين ولا احتياطيين ولا فريق اول فريق تاني احنا هنا في الدوحة باش نسلفوا الجزائر أحسنا تمثيل الحمد لله الملعب المحدود فيه الحمد لله هاي كورة القدم نقاعدين نشتغل كمجموعة وحدة اليوم فرحنا جماهيرنا اللي كانت حاضرة ولي في الجزائر والمشجع استمتع بالمباراة كنا احترمنا الخاصم وحاولنا نسجل أكثر أهداف الحمد لله هذه أول مباراة أو أول 3 نقاط توفيق يا صديقي شي جميل وليد مرزوقي لما نشوف بنجاح يعني يولي التهديف كما قال محمد قبل سبع من اتلاقة كأس فريقية للأمم وشفنا كذلك ربما هذه الحرارة تعهيل العربي السوداني حسنه كان محتاج لهدف المنتخب الوطني وشيء الآن هو أن المهاجمين على المنتخب الوطني يجب أن يسجلوا أهداف واليوم يسجلوا أهداف تخلي التقى أكثر لهذه المهاجمين شيء مميز أيضا هو عودة كما قلت للمهاجم السوداني إلى المنتخب الوطني الجزائري الكثير من الانتقادات تلقىها هذا اللعب بعد عودته المنتخب قال كان بعض تكلم على أنه ربما دعوة من أجل دعوة فقط ولكن هذا اللعب نشوفه مازال يمد الإضافة للمنتخب الوطني ماشي فقط بفضل الهدف لكن نشوف الانجاجمان تعهيل العربي السوداني اليوم اللي معودنا عليها في المنتخب الوطني الجزائري قدم مستوى كبير سجل هدف في أول مباراة هذا شيء مهم اليوم المباراة تعليم محمد فيها فوائد كثيرة للمنتخب الوطني الجزائري من حتى تقى المدرب مجيد بوغرا من حتى تقى المهاجم بغداد منجح وأيضا عرفنا ربما مستوى تشكيلة اللي تلعب أول مرة مباراة مع بعضها في هذه المنافسة بكل صارحة نحن مرشحين للتتويج باللقب بنظر ربما للعبي اللي يتواجدوا في المنتخب الوطني بنظر لأهدف المنتخب الوطني وبنظر نظرة بالماضي أيضا لهذا المنتخب الوطني سيكون خزان للمنتخب الأول محمد الأهم كذلك وشفنا كذلك في المباراة اليوم أمام السودان هو هذه العقلية الانتصارات اللي خلاص ولا تم رسخها في العقلية اللعبين في المنتخب الوطني تكون في المنتخب الأول ولا تكون في المنتخب البحلي ولا تكون حتى في المنتخب لفئة شبانية لازم تربح في المنتخب الوطني شوفك تكون فيه تنسيق ما بين المنتخب الأول ومنتخب الثاني والاحتيارة عمليه تكلم معليه اليوم بونجح قل لك إذا تحتار من المنافس تحتار من المنافس قل لك كل ما شابه بونجح دركاف فهو احترام المنافس. فهو اطماتيكما يتبعون التاكتك وش يقول المدرب. وكين هيتولها كي تكون عندك مقابلة عندك دورة في هدي وتعرف باللي لبوت تاعك رح توصل للفينال. وش لازم تدير كما لعبنا لك وبدافريكا لعبنا في مصر. لعبنا مقابلة. تروازيام ماش تابريمي تور لعبنا ب ناف جوار ناف جوار وكينو في البندوتوش. اليوم المنتخب الجزائري راي عندو مجموعة وهد المجموعة راي تتماشى. المجموعة اللي تكلمن عليها هي مجموعة بالماضي مجموعة بوكرة. اللي مام جوالي لعبو عند بالماضي اللي عبو عند بوكرة. وراي تتماشى. وهدو مالي فيكتوار. نتمنى نتمنى يفو انجيكتيد دي جوار جدد اكتويل. دركة فهدي الدورة لازم المدرب ما جيت بوكرة انو ينفي تريد كلك جوار اللي نعرفوهم بلي يبوفى لدي فارنس. كما اليوم ديكوفرينا دو اطروا جوار. اليهما محمد مالا. قلنا اليهم كيف يسا ميريزاق ميريزاق وشتي وبندبقا اللي در مقابلة لبس بها. وللوتور تاع سوداني. اليوم سوداني تشوفو بلاقرين تشوفو بلي قادري ولي المتخب الاول شيخ زروني. نشوفو. سوداني. والله نشوفو يلعب كودا افريكا دي. تشوفو. واحد اللي يكون قناص. واحد اللي يكون عندو لصنص دي بوت. تنطين نردين من يحووه سالح. حتى وميلعب شتاين تخيقا. ويعرفو الوقت اللي يستجل فيه. تشوفو احنا ونا في بزوان دي جوار اللي مركيونا. احنا لحقنا وقت. كنا نلعبو يا اخي. اللي توجدو بالوكدا. اليوم را عندك سليماني. اليوم را عندك بونتجاح. اليوم را عندك سوداني. عندك لشوا. والمدرب كيكون عندو اللي يشوا. صدير عندوين يخمم. انسان لي ما عندوش اللي يشوا. ها. اكي. اليوم انت لعبت مع مقابلة ضد المنتخب السوداني. غدوات لعب ضد المنتخب اللبناني. نعم. معبرين للمنتخب اللبناني. اليوم شفنا بلي منتخب موسهل. منتخب راح يكون. ويدافع جيدا. ويدافع جيدا. ويلعب بالكورة. ويشد بالكورة. بالرغم وليد برزوكي بالرغم ربما بالفوز على المنتخب المصري. في نفس المجموعة المنتخب الوطني. ربما كانت مفاجأة. انه المنتخب المصري بجد صعوبات كبيرة. انه يفوز على المنتخب اللبناني. ربما الفارق صنعوا المنتخب المصري بالخبرة تعوي. لو لا ضربت الجزاء ما كانش راح يربح. يعني يفوز. منتخب مصر فيه. وصد تألق أيضا. حارس منتخب لبنان. يقدم مباراة في المستوى. اكتشاف الجولة. المباراة أيضا ستكون صعبة على المنتخب الجزائري في المباراة القادمة. شفنا منتخب لبناني يدافع بشكل ربما جيد في المباراة التعوي. خاصة اليوم تلعب أمام منتخب مصري. اللي يلعب بالمنتخب الأول من دون ربما لاعبين أو ثلاثة. لأن تشكيلة المنتخب المصري متكونة من معظم اللاعبين ينشطوا في فريق الأهل المصري. يعني تنحي محمد صلاح وتنحي محمد نيني. منتخب المصري هذا هو. 80% بعدها تشكيلة المنتخب الأول. تجد صعوبة أمام المنتخب اللبناني. هذا أكيد على أن المنافس كان صعب. شفنا ضربة الجزاء اللي كان قادر يصدها الحارس. لو لا ضربة الجزاء المنتخب المصري سيخرج اليوم بنقطة. يعني حتى الهجمات الكثيرة من قبل المنتخب المصري. ما كانش لهجمات الخطيرة. اللي ربما كان قادر يصنع بها الفارق. ولا شفنا منتخبي هيمن على كافة أطوار المباراة. اللعب كان متكافأ. حتى في اللحظات الأخيرة كان المنتخب اللبناني يعدل الناتجة. هذا الشيء هو اندار المنتخب الجزائري. اللي لازم على اللاخب الوطني مجيد بوغران. وحضر جيدا لهذه المقابلة. أتمنى أيضا عودة يوسف بالليلي. مفتاح المنتخب الوطني في هذه المواجهة. صحب يوسف بالليلي. لأنه اليوم صراحة لو لعب بالليلي أمام المنتخب السوداني. ستكون المباراة على شكل آخر. لا تشوف تضييع الكورات كثيرا. ستشوف الفعيلية من القيبة. إن شاء الله أمام المنتخب اللبناني. نحضر جيدا لهذه المواجهة. ونحق نتيجة إجابة إن شاء الله. محمد خزروني كيف تشوف الفرق بين الأداء تعالى المنتخب الوطني والفوصة أمام المنتخب السودان. والأداء كذلك تعالى المنتخب المصري. والصعوبات التي تلقاها يعني. في مباراة الأولى. أنا شفت المقابلة الأولى تعالى المنتخب. تعالى كانت مصبب. مناش منتخب أنفاص اللي محسوب بيشد البالو. وليه يدفع عمليا. وليه يربح لديو. ما شفناها مشاهده. لكنه لديو ماتش. شفنا لديو ماتش. ولكن أنا نقول المنتخب المصري رات الماتش. لأنه في الشوط الأول أنا نقول المنتخب المصري يدد الحارس. صح. لن تدخل. ولا باقي في كرة القدم. الكرة كيف لا تحبش تدخل. كي يكون اليوم نقوله في نهاره. أبلا كي يخرج لك حتى ست أهداف أو سبع أهداف. أنه الجوار يفو برونت كونفيونس. صح. والكونفيونس اللي دات هاللعبين سيبار الوقت. بالوقت اللعبين اللبنانيين أخداوا التقيقاء. سيناريو إذا يجب المنتخب الوطني يتفدح. لا لا. واللعبين اللبنانيين عارفوا كيف يترزيوا. وسط الميدان. ربحوا وسط الميدان. بدأوا يلعبوا كرة. ولكن المنتخب المصري يلعب كما المنتخب الجزائري يلعب بالأجنحة ويلعب على التمريرات وعندهم أحسن لعب هو يلعب في الوسط. هذا المتطلق يترزيوا. 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 يلعب كما إبراهيمي يترزيوا. أنا أقول بالمنتخب المحترمين ولكن منتخب الجزائري أفضل منهم أفضل من هذه المنتخبين أنا لا أشيكتل في المنتخب الجزائري أفضل منهم من ناحية حقك حقك خويا حقك. لأنه دورة ولازم تكلمونها ولازم الشعب يعرف بالجزائر في القلب. ولكن في الكرة كان أمور لدينا ديفيروس في تسعين دقيقة. أنا نقول بالمنتخب الجزائري كي تجدزوك زورة. إحنا شعرتين في الشوط الأول مع السودان. بزر. عرتين أكتر من أكتر من ست أهداف أكتر من ست أهداف في الخمسة وربعين دقيقة الأولى. ما بالك في الشوط الثاني ملعبناش كما الشوط الأول. يدي زيرر يدي ديشي وهذا المدرب راح يخدمهم. بل مجيد بوغرة خدمتوه. سؤالي هذا هو وش اللي تنتظروا يتغير يعني في تشكيلة المنتخب الوطني في لعب المنتخب الوطني في مباراة لبنان. في الفيكا سيدي ديفون الوطني. قال في الباستاليا في الوطني. في البانو كيفاش راي تروح بسكوتيرا. انتبهنا له. بل الابار. إن فا ما تطيهاش فرجل تطيهاش ويتروح. لذلك زيد يوجد يوجد في الفيكا سيدي ما يمكن في فارق يحصل في فارق في مرحلة فارق في مرحلة فارق في مرحلة فارق في طالب مرة ويوجد ايقام ما يوجد مرحلة فارق في الوطني لذلك هناك مشكلة. أنا أحب أن يكون في العملي تغطية الكوتي غوش تاعة الشتي وبدران يدير الفرقرات تاعة بن عيادة. أنا أحب أن أقول أننا الجزائر المنتقل الجزائري إذا عرف كيف يحكم موسط الميدان والله مهمنا لأنه لديفيرنس يديرها بعض اللاعبين. اللي بلاي اللي إن شاء الله يعاودي ولي. اللي سايود يارفي دريب لي. عندك براهيم من أحسن أنا ذاك الإنسان نعرف بليدي لديفيرنس هنبورت كل مومو. ستنجوه اللي تريدوه في الفوتبال تاو ويرجع لك الأمور فاصل. عندك بونجاح سوداني يصون إيفيكاس. من ناحية من ناحية التعداد باحمد أخذروني يعني وش تتدري يتبدل في تشكيلة أساسية يعني على سبيل المثال؟ لا نظنش باللي راح يغير تشكيلها. بالرغم من عودة يوسف بليلي؟ إذا عودوا لليسف بليلي راح يكون كونكيرنس ما بين سايود سايود براهيمي بليلي. هذا يمكننا أن يكون لديهم باحمد أحدهم. واحد فيهم يكون لديهم بليلي ولو إيسا برح يكون؟ نعم بللي. بليلي بليلي هو هو ميور جوار يحب الأساسية لنحن. ضد بوركينة هو المهن المائة المتحدة. كل سبيات. كل سبيات. يمكننا أن يكون لديك أساسية تشكيلها. كل سبيات. يوسف يجع لك كرة القادمة سيحب. هذه هي هذا وش عبينا نقوله بليليلي اليوم ما راهم مفخارة تعنا اليوم ما راهم نفرحوا به منشنا هدروا اللاعبين اللاعبين رخلين تاني مفخارة تعنا جوزكا باريزون منتخب الجزائري يدير في أحسن أحواله ذكروا فقط أنه خرج أفضل ممرر حاسم فقارة إفريقيا 6 تمريرات حاسم والد مرزوقي تابعنا منذ يوم أمس بداية كأس العرب المتخب المغربي المصري وين نحط المتخب الجزائري وين نحط المتخبات الأخرى المتخب الجزائري هي باش نكونوا واقعين المتخب الجزائري الآن هو المرشح للتتوج باللاقب المتخب التونسي عنده مستوى المتخب المغربي أمام المتخب الفرسطيني عنده مستوى قادرين أن نتوجه بها الدورة لا أقولك بسهولة لكن قادرين أن نتوجه بها بالنظر لتحضير الجيد لهذه المواجهات بنظرة بوغرة لمباراة المنتخب الوطني في كأس العرب الكلاس متعاليزيكيب أكيد نحن كلاسيون منتخب الجزائري في المرتبة الأولى محمد لكن نظن أنه حتى المنتخب التونسي قادر ينفس على اللقب وحتى المنتخب المغربي قادر ينفس على اللقب وحتى أيضا المنتخب المصري هذه المنتخبات لقدر تلعب محمد نحن نختم معك آخر سؤال وكان أيضا محمد سمح ليعافون فقط المنتخب السعودي بقيادة الفيروناد لو يقدم في نتائج مفيرة أيضا شو فيه كل المنتخبات تنتظر المنتخب الجزائري؟ هذا هو المسكل لا لا هذا هو الحاجة المليحة اللي تموتيفي المنتخب الجزائري باش نعطيها لك لأنه أنك باش تربح المنتخب الجزائري لازم تكون عندك فريق يلعب كما احنا نقوله بطريقة هجومية أو ترانس وليزم تربح وسط الميدان باش تربح المنتخب الجزائري لأنه احنا اليوم اللي نحسبه المنتخبات طيب فيرانس انتر المنتخب المصري أو المنتخب المغربي احنا نقوله بلين نكملوا بطريقة هدي والمنتخب الجزائري رح يوصل فينا إن شاء الله شكرا لك محمد خزروني شكرا لك وليد مرزوقي شكرا لكل من سهب في اعداد هذا البرنامج وليكم كذلك مشاهدنا الكريم تلاقوا في مواعد أخرى إلى اللقاء